شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى حول المستقبل السياسي لسوريا الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة نيويورك وبرعاية مشتركة من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الفرنسية وبحضور وزراء خارجية عدد من دول العالم ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية وقد أكد الاجتماع على أهمية وقف إطلاق النار والأعمال العدائية والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها والتواصل إلى حل سياسي يحقن دماء الشعب السوري الشقيق وفق مبادئ جنيف 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة وإزالة كافة العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وعودة اللاجئين السوريين